اشتركوا في القناة وطلع اسوأ من المتوقع وهذا سبب هبوط السوق اللي شفنا يوم الجمعة وايضا على فتحة السوق شفنا مواصلة الهبوط بالنسبة للجدول الاقتصادي اليوم ما عنا اي اخبار في الجدول غير في عنا كم خبر من سويسرا تقريبا كان على ساعة عشرة بس ما كان في اي تحرك من السوق فراح نركز على التحليل الفني بالنسبة الى اليوم طبعا الخبر اللي صدر يوم الجمعة هو كم وظيفة انضافت لقطاع العمالة في امريكا الغير زراعي كانوا توقعات تقريبا 160 الف وظيفة ينضافوا للشهر الماضي وشفنا انه انضافوا كانوا بس 115 وظيفة فتقريبا 40 الف اقل من المتوقع والمتوقع اصلا كان قراءة متدنية وطلعت اسوأ من ذلك فشفنا السوق تفاعل بشكل قوي وهبط خلينا نبدأ باليورو مقابل الدولار نجم ننتبه انه على الرسم البياني مدى الساعة في عنا اتجاه هابط واضح نشوف انه السوق سكر على 30.85 وفتح على 30.25 فصار في عنا جاب 60 نقطة لتحت على فتحة السوق استمر الهبوط لأوطى سعر تقريبا وصلنا على 29.53 او تسعر شفنا في التداول من الساعة 12 الهلاء فلازم نشوف حتى حتشكل هاي المنطقة منطقة الدعم الحالي ولازم نشوف الاسعار ترجع تنزل لهاي المستوى وتكسرها وتستمر في الهبوط ولكن حتسبب صعوب الاولى بالنسبة اذا رجعنا شفنا الاسعار فوق ال 30.40 في تداول اليوم معناته ارتفعت بالنسبة كافية حتى نقول انه في احتمالية ارتفاع لهداف الشراء عند ال 31.20 فممكن نشوف الاسعار ترتفع لهذا المستوى في تداول اليوم فبشكل عام طبعا الاتجاه هابط حتى لو طلعنا على الرسم البياني مدى الاربع ساعات نشوف الاتجاه هابط كل المؤشرات هم توحيلنا هبوط وهذا طبيعي وايضا غير انه من نظرة technical السيناريو هبوط في عنا ايضا عوامل اقتصادية بتدعم الهبوط فرح نظلنا نقول انه السيناريو هبوط حتى نبلش نشوف مؤشرات كفاية بتوحيلنا ارتفاع مثلا اذا رجعت الاسعار ترتفع فوق السعر المتوسط المتحرك او شفتنا مؤشرات الزخم بلشت تروح من مناطق البيع الى مناطق الشراء ولكن حاليا كل المؤشرات بتوحيلنا هبوط طبعا على اليورو كان في عنا اتجاه مرتفع زي ما احنا شايفين انتهى في اول شهر خمسة واحد خمسة لما وصل اعلى سعر عند ال32.85 ومن وقتها احنا في حالة هبوط فحاليا ننتبه انه الاسعار تقريبا نزلت 326 نقطة فالترند الارتفاع اللي اللي اخد تقريبا اسبوعين منشوف انه خلال تلاتة ايام اولغى على الاخبار حتى نشوف شكلها منطقة ننتبه هون اخر مرة اوطسع سعار شفناها في نفس الوقت كان في 16.2 شفنا السعر نزل يوميتها ل 29.72 فهاي المنطقة هتكون شوي صعبة على اليورو يكسرها 29.55 ولكن الاتجاه هبوط واحنا في انتظار ذلك اذا خلينا نروح على استرليني مقابل الدولار ومنشوف نفس الهالسيناريو كل المؤشرات التي تعطينا هبوط خلينا نراجع المؤشرات في تداول سعر تحت السعر المتوسط المتحرك هذا اول مؤشر تاني مؤشر انه شايفين القناة الهابطة اللي رسمناها الاسعار ما زالت داخل هاي القناة هذا كمان مؤشر في عنا مؤشر الـ MACD تحت مستوى الصفر والمومنتم 22 تحت مستوى المية فالخمس مؤشرات اللي نتبعها كلها عم توحيلنا قوة الاتجاه الهابط مبدئيا هنقول نفس سيناريو اليورو انه اوطى سعر هبطله تقريبا على الـ 61.00 هتكون منطقة الدعم الحالية للسبيل اليوم اذا شفنا الاسعار رجعت الدول فوق الـ 61.65 اللي بتصادف نقطة المدار وسعر المتوسط المتحرك هيكون مؤشرين لنا انه الاسعار ارتفعت بنسبة كفاية حتى نقول انه النظرية على المدى القصير ليست طويل هتكون ارتفاع وبصير عنا اهداف على 62.00 فحاليا التراوح ما بين الاسعار اللي ذكرتها وحسب اذا السعر بارتفع فوق او تحت نقطة المدار من بصير الارجح السيناريو ارتفاع وغبوط ولكن في شكل عام منشوف انه حالة هبوط اذا طلعنا على رسم البياني مدى الاربع ساعات ننتبه انه على السرليني كان نفس الحال كان في حالة ارتفاع انتهى الارتفاع عند سعر 63.00 طبعا الارتفاع بدأ معنا من تاريخ 16.4 بالضبط زي ما شفنا على اليورو وزا من لاحز من خلال مؤشر الفيبوناتشي اذا رسمناه من اول لترند لاخريته منشوف انه منشوف انه السعر لا ادعم بالضبط عن مستوى 38.2% ارتداد من الاتجاه الصاعد السابق فهذا السبب اللي شفنا فشل السعر في مواصلة الهبوط لانه وصل عند اول مستوى في بوناتشي فلا ادعم عند هذا المستوى وزا مننتبه في السابق كان فيه كتير تداول في هاي المنطقة وفشل في الهبوط تحتيها فعدة اسباب عنا عشان نسمي ال61.00 منطقة دعم دولار مقابل الين على المدى الساعة منشوف انه كان كل ارتفاع اوطى من السابق فهذا اول مؤشرات الهبوط انه كل ما يرتفع بارتفع لنسبة اقل من النسبة الابليها فممكن نرسم خط اتجاه هابط ولكن نشوف انه الهبوط كان فيه صعوبة في النزول تحت مستوى ال80.00 نشوف عدة محاولات هبوط تحت هذا المستوى وفشل فكان عنا شكل المثلث اللي احنا شايفينه حاليا ولكن في تداول يوم الجمعة وتقريبا على وقت الخبر شفنا سعر كسر ال80.00 وحقق هبوط جديد عند مستوى ال79 60 منطقة الدعم الحالي لتداول اليوم فكل لو عم نشوفه حاليا هو بيكون منطقة الدعم بالنسبة لليوم والاهداف في حالة الهبوط ولازم يكسرها وتحقيق اهداف جديدة حتى تضلها صحة الاتجاه قوية شفنا شفنا ارتفاع من خلال الشمعة هاي في تداول اليوم اعلى سعر 80.00 واذا مننتبه كان سابقا هذا ال80.00 كانت منطقة دعم وبعد ما هبط وكسرها بتتحول منطقة الدعم الى منطقة مقاومة وزيجيما احنا سيشفين السوق راح لل80.00 وما قدر يكسرها فكل ما ينكسر سعر دعم بتحول لنقطة مقاومة في حال تداول تحتيف في فترة كل المؤشرات عم تحيلنا هبوط نشوف مؤشر الMACD تحت مستوى الصفر فمؤشرة هبوط مومنتم 22 تحت مستوى 100 مؤشرة هبوط والسعر تحت سعر المتوسط المتحرك ونقطة المدار حتى إذا طلعنا على الرسم البياني مدى الأربع ساعات واللي يعطينا إشارة على مدى أطول نشوف أنه الهبوط واضح وكل المؤشرات اللي ذكرت قبل شوي بعدها بتحيل هبوط حتى على مدى الأربع ساعات دولار مقابل لسويسري بننتبه أنه كان في حالة تراوح ما بين 91 70 و91 10 تقريبا 60 نقطة قعد فترة من شهر من 2 5 ل 4 5 يومين فقط بتراوح ما بين هال 60 نقطة أول ما كسر نقطة المقاومة على 91 65 شفنا ارتفاعه خصوصا شفنا ارتفاعه بعد ما فتح السوق إذا من ننتبه الفجوة كانت 45 نقطة فكسر منطقة التراوح وصار في حالة ارتفاع وشفنا سعر جديد مرتفع على 92 75 نقطة المقاومة لليوم وأهداف في حالة معاولة الصعود فازم ننتبه على كل العملات كل المؤشرات عم تمشي مع الاتجاه اللي ذكرنا طبعا على الدولار مقابل السويسري الاتجاه مرتفع واضح سعر سعر الحالي عم يداول فوق نقطة المدار وسعر متوسط المتحرك ومؤشرات الزخم في مناطق الشراء فطبعا يفضل الارتفاع ولازم نشوف كسر 92 75 حتى يحقق ارتفاع جديد اللي هو نعرف تعريف الاتجاه إذن شكرا لإستماعكم نتمنى لكم التجارة موفقة ترجمة نانسي قنقر